اشتركوا في القناة محمود عشور محمود عشور في الهدف طبعا العمل ضجة كبيرة جدا وتم إلغاءه في مباراة فاركو بتعبير ستاو قال ان يعني الكمبيوتر او الوحدة في الفار ادته مرتين بعد ما حط الخطوط اللي حضرتك اتكلمت عليها وحط الكتف في الكتف ادته تسلل مرتين والكلام ده موسق بالفيديوهات وتم إرسال الفيديو لأحد التقنيات العالية خارج مصر و أقرت ان الكورة افصيل طبعا انا مش مقتنع بالكلام ده تماما لان انا رؤية العين الكورة هدف سليم مية في المية ماليش دعا بقى بالكمبيوتر والحاجات اللي حصلت في غرفة الفار الهدف لكن هو الراجل تعامل مع اللي حضرتك بتقوله حط الخط الكتف في الكتف تلعيت لأفصايت اول مرة حط الخط تاني الكتف في الكتف تلعيت لأفصايت تاني مرة عشان كده حسابها انا عايز ألخص ده في ايه ان محمود عشور لم يكن متعمدا ان هو يحسبها افصايت ده من وجه النظر لا لا على فكرة طيب اسمح لتكلم فضل انا خلصت وانطبق الكلام على الحالة بتاعت النهاردة فضل الحالة بتاعت النهاردة انت رائف فيها ايه اه لا افصايت ايه يعني هي واضحة واضحة طب انت شفت الخطوط كانت المسافة بينها اتين مفيش حاجات بسيطة بالزبط تقنية التسلل الموجودة في غرفة الفار فيها ثلاث مراحل تيمبل والدابل والتريانجل تيمبل لما تكون الخطوط على الارض فبنعمل الخطوط على الارض سهلة جدا ما حد شبير وصيح التابل لما بيكون في احد الثلاثين بيكون جسم جزئة الهوى والثاني جزء على الارض التريانجل لما يكون الثلاثين الجزئين من المدافع او المهاجب اثر جزء منه بيقفل الهوى فده بيتعمل لها مصفت عمودي ومصفت رأسي عادي بيس يعني عمين فوق وعرضي لما تتعمل بالدابل زي ما قال الكابت المحمود غير التسلل فحبوا يتأكدوا منها فعملوها بالتريانجل اللي هي الأضاف طب الثاني زي ما انت حدث قلتوا ان كانت في مكالمة بينك وبينه ان هو عملها بالدابل وثم بالتريانجل هو ما بيقولش تسلل لأرزك للجهاز هو اللي بيقول برافع ليك هو دي اللي حصل بعد كده بتطلع النتيجة على الشاشة ممكن حدث تشوف الخطوط ممكن تشوف الخطوط اللي على الشاشة من عند بطن اللاعب من عند صدره من فوق دماغه دي النتيجة دي النتيجة وليست الخطوط المعمولة الخطوط المعمولة دي مش خطوط عرضية بس دي خطوط عموضية تعامد مع خطوط أرضية وبالتالي بيطلع النتيجة الجهاز هو اللي بيطلع النتيجة تمام فالتالي اللي عايز يقول تسلل او مستسلل يدخل غربة البار وهو بنفسه يقوم بالعملية بنفسه وينتظر النتيجة النتيجة اللي تطلع هي دي الحقيقة كشف الاعلامي مهيب عبدالهادي عن كواليس مكلمته مع محبوض عشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وفارقه وكواليس إلغاء الهدف اللي سبب حالة جادة الوسع خلال الأيام القليلة الماضية وقال مهيب في التصريحات ليه كان فيه مكلمة بين وبين محمود عشور النهاردة ومحمود عشور قال إن الوحدة في الفار ادت له مرتين بعد ما حطوا الخطوط وحط الكتفة في الكتفة إنها ادت له تسلل مرتين والكلام ده موسق بالفيديوهات وإن الهدف تم إرساله للخارج لتحليله بتقنيات عالية وإثبت إنه تسلل بالتالي محمود عشور لم يتعمد احتسابها تسلل وكشف جمال الغندور عن كيفية احتساب التسلل في غرفة الفار زي ما قال في الفيديو بيقول إن تقنية التسلل دي موجودة الموجودة في غرفة الفار بتمر بثلاث مراهر السمبل والدبل والتريانجل السمبل ودي بسيطة لما بيكون طرف المدافع والمهاجم على الأرض أما الدبل لما يكون طرف من المهاجم وطرف من المدافع على الأرض وفي الهواء أما التريانجل عندما يكون طرف المدافع والمهاجم اللي اتنين في الهواء وقال في حالة الدبل والتريانجل بيتم اسقاط خط رأسي وخط عمودي للتأكد والحكم بيمرر الحالة على 3 مراحل السيمبل والدبل بعد كده بيتأكد أكتر بالتريانجل ومش بيتدخل في النتيجة بل الجهاز هو اللي بيحدد هي تسلل الكرة أم لا وقال اللي عاوز يتأكد صح أو غلط يدخل غرفة الفارو ويضع الاحتسيات للجهاز وينتظر النتيجة ومحمود عشور حكم كبير ولا أعتقد أنه من الممكن أن يخطئ في وضع الاحداثيات الصحيحة للجهاز أكد جمال الغندور على أن وجود كيلاتين بيرج كمشرف للتحكيم ده هيتسبب في خسارة للتحكيم وقال خلال مدخلة مع برنامج دربي مع همر ياسين على إزاعة الكهرة الكبرى أن المستوى التحكيمي متزبزد بسبب عدم وجود الثقة وفتح الباب أمام الأندية للتحكيم الأجنبي ده هيبقى سبب في ترجع المستوى الفني للحكام المصريين بيقول أن فيه اقتناع داخل بعض الأندية أن الحكام المصريين بتجامل الأندية الكبرى وده هناك عقدة والتوجه إلى التحكيم الأجنبي وقال إن التحكيم هيتم إصلاحه حال فصل اللجنة عن وجود مشرفين عليه وحصول الحكام على مستحقتهم في وقتها بتمنحهم قوة وتقدير الحكم مادياً وأدبياً يمنح الاستقرار وده اللي مش هيحصل أبداً واختتم كلامه بيقول بقطالب عصام عبد الفتاح لرئيس لجنة الحكام باتخاذ قرارات قوية والتي يراها الأنسى بدون تدخل لأي شخص آخر هنشوف صفقة من العيار السقيلة مهيب عبدالهادي بيفجر مفاجأة حول تعاقد الزمالك مع لاعب النصر فجر الأعلام مهيب عبدالهادي مفاجأة من العيار السقيل حول صفقة قوية للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واللي من المقرر أنها تشهد العديد من الصفقات للزمالك خلالها كان الزمالك تم حرمانه من القيد حسام أشرف بعد توقيعه الأكاديمية في الكاميرون لتسويقه قدت لعدم قيام الزمالك لأي صفقات لمدة موسمين وقال مهيب عبدالهادي أن قدرت الزمالك دخلت في مفاوضات جدا مع لاعب نصر نايد النصر السعودي ونجم منتخب الكاميرون في السنت أبو بكر لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة أكد لاعب الزمالك والأهل السبق رضا عبدالعال على أن الأهل لا يجب أن يشتكي من التحكيم لأنه استفاد منه زي ما تضر منه وأن الأهل ده سبق وساند لجنة التحكيم فليه دلوقت بيعترض؟ وقال رضا عبدالعال اتحاد الكرة كان مستني الزمالك يقع النهاردة علشان يعلن عقوبات على حكم الناد الأهلي علشان تعصر الزمالك هيدي أمل في المنافسة تاني وقال أنا عاوز أعرف الأهلي بيعترض ليه مش أنت اللي وقفوك وقفوك ماتش سيراميكا سبع دقايق وفضل يقوله لأمر الدولة احسب بنالتي وهو فاول على محمد محمود أصلا وقبلها لمست يد على بيرستاو وقبلها أوف سايد وقال بعدين مش الزمالك لما كان بيحصل لأي مصيبة كان الأهلي بيطلع يساند التحكيم ولجنة الحكام ليه بتعترض دلوقتي فيه تناقض ما بين الأهلميين والفنيين وكمان أيضا الحكام الدوليين سواء السباقين أو اللي هم مموودين في العمل حتى الآن وبصراحة يعني الهدف كتير من الحكام أثبتوا أنه هدف صحيح بالنسبة 100% ولكن دي مؤامرات بتحصل على النادي الأهلي فإن شاء الله بنتمنى أن كل المشاكل دي تتحل قريبا علشان خاطر النادي الأهلي ويحسن مصيره من الدور السنة دي وإن شاء الله بقى العقبة في الموسم الجاية شكرا لكم